السلام عليكم ورحمة الله. اهلا بكم في قناة مستر تاج. وما زلنا في البحث عن راوترات بديلة لشركة وي. زي ما عرفنا يا جماعة ان تم إلغاء عجار الراوتر. تم إلغاء عجار الراوتر سواء كان الراوتر الفيدي اسيال ابو خمسة جنيه او راوتر السوبر فيكتور او عشرة جنيه. وحاليا اي عميل جديد او اي عميل محتاج لراوتر لازم يشتري الراوتر كاش. يعني لو حابب ان هو يشتري مسلا راوتر الفيدي اسيال هيشتريه بحوالي سبعمائة جنيه. ولو حاب يشتري الراوتر السوبر فيكتور هيشتريه بحوالي الفي جنيه. وطبعا الاسعار ديت عارية على بعض الاشخاص. فبعض المشتركين جاب لنا راوتر سري كوم. الراوتر تايا جماعة من الراوترات القوية جدا جدا جدا. الراوتر دا كان في يوم من الايام من اقوى الراوترات. تعالوا برضو نشوف الموديل بتاعه. الراوتر دا سري كوم. موديل دبيو خمسمية اتنين وخمسية. السؤال هنا بقى يا جماعة. الراوتر دا كان عند احد المشتركين والسؤال هل يترى الراوتر دا يشتغل مع شركة وي? ولو اشتغل مع شركة وي السرعة بتاعته هتبقى كويسة ولا مش كويسة? الراوتر دا جماعة بيستحمل سرعة لحد خمستاشر ميجا. يعني من خمسة لخمستاشر ميجا. الراوتر دا عادي جدا. فلو عند حضرتك راوتر زي دا هل ينفع اشتغل مع شركة وي? النهاردة ان شاء الله احنا هنعمل تجربة للراوتر دا. يعني هنفتح اعدادات الراوتر سوا وهنعمل اعداداته وهنشوف هل يترى ينفع اشتغل مع شركة وي ولا لا والسرعة اللي هيسحبها قد ايه? بس طبعا قبل اي حاجة بتنساش تضغط لايك ولو لسه ما اشتركتش في الصفحة اشترك وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل ما هو جديد من قناة مستر تك. يلا بينا هنعمل اعدادات ونشوف يا ترى الراوتر دا هيشتغل مع شركة وي ولا لا. هنفتح طبعا متصفح بتاعنا. هنكتب اي بي الراوتر واحد تزعة اثنين دوت واحد ستة تمانية دوت واحد دوت واحد واحد. هنا يا جماعة هو بطلب مني الباسوورد بتاع صفحة الراوتر. يعني بطلبش يوزر نيم وباسوورد لا بطلب باسوورد فقط لغيك. بيقول لي جنب بيننا ها ان الدفولت بتاعه هو ادمن. تمام? يعني لو حضرتك بش مغير الباسوورد هتكتب هنا ادمن. طبعا يفضل طالما الراوتر عندك قديم وانت هتعمل له اعدادات من جديد. يفضل انك تعمل له اعادة ضبط مصنع. طبعا بتكون عن طريق فتحة الريسيت وتضغط عليها ضغطة طويلة بسن قلم رفيع او بالدبوس. لحد ما الراوتر طبعا لمبات كلها تفصل وترجع تنور من جديد. هنا بقى يا جماعة هنكتب كلمة admin a d m i n. وهنضغط على login. طبعا admin حروفها كلها. هنا بقى هيطلب مني البلد. طبعا بنختار Egypt. وبتضغط على ابلع. واوكي. بعد كده بيطلب منك تغيير باسوورد. ده باسوورد صفحة الراوتر. فهتكتب هنا الباسوورد القديم. وهنا هتكتب الباسوورد الجديد مرتين. طيب انا لو عايز اسيبه قدم زي ما هو فيها مشكلة. لأ طبعا ما فيها مشكلة. ممكن تسيبه وفاضي خالص واضغط على next. كده. كده هو admin زي ما هو. هنرجع نفتح صفحة الراوتر مرة تانية. بادمن. a d m i n. وندغط على login. يبقى كده كل اللي انا عملته. اختيار البلد. وتغيير الباسوورد. ممكن تسيب الباسوورد وما تغيروش. ويفضل زي ما هو admin. تعالوا بقى نعمل الاعدادات الاساسية للراوتر. هنضغط على wizard. جايب لي هنا طبعا الباسوورد. ده طبعا باسوورد صفحة الراوتر. وزي ما قلنا ده اختياري. عايز تغيره وغيره. عايز تسيبه زي ما هو. سيب. هنسيبه زي ما هو. هنضغط على next. هنا طبعا بيقول لي ان انت مغيرتش الباسوورد. عايز تكمل على كده. مفيش مشكلة. نكمل لنقول اوكي. نيجي بقى لاختيار التوقيت. هنا طبعا بتختار في time zone. بتختار طبعا توقيت كايرو. اللي هو توقيت القاهرة. بتضغط على next. بنيجي بقى لconnection type. بنختار طبعا ال triple p oe اللي هو واقف عليها. وبنضغط على next. طبعا يا جماعة هنا. لو اخترت اي اختيار تاني غير ده. فالانترنت مش هيشتغل معاك. تمام? احنا بنشتغل على triple p o e. هنا بقى بنكتب user name والباسوورد بتوع الخدمة. ودول طبعا بيجيبهم من خدمة العملاء. بتتصل بثلة واحد. بعد ما بتكتب كود المحافظة والرقم الارضي بيقولها كدغط واحد لارسال اسم المستخدم وكلمة السر. حضرتك بتضغط واحد وبيجي لك على الموبايل. ده لو انت مسجل الموبايل عندك. اما لو انت مش مسجل الموبايل. بتضغط اربعة للدعم الفني. وبتطلب منهم ال username والباسوورد بتوع الخدمة. فهنا بنكتب user name. بس اخدوا بالكو يا جماعة هنا لازم نكتب كلمة at.tedata.net.eg كم بلقوا هي مش مكتوبة هنا. في راوترات at.tedata وراوترات وي تتلاقي الكلمة موجودة تلقائي. وده اللي بيخلي الراوتر ما يشتغلش غير مع شركة وي. اما هنا فهي مش مكتوبة. ففي الحالة دي حضرتك لازم تكتبها. طب هذا الانترنت هل يشتغل معي؟ لا طبعا مش يشتغل معي. لازم تكتب at.tedata.net.eg بالنسبة للباسوورد هنا بنكتبه مرتين. مرة في الباسوورد ومرة في ري تايب باسوورد وتراجع كويس الوزر نيم والباسوورد لان اي تغيير في الاركام الخدمة مش هتشتغل معك. نيجي بقى لل VBI و VCI VBI 0 زي ما هي مكتوبة. فيش فاية تغيير. اما بقى VCI فدية المفروض تبقى 35 خط بالك هنا مكتوبة 38 38 اعرف انها مش هيشتغل لازم يكتب 35 35 نيجي بقى للإسكريبشن ودية بتكون llc وبقى كده كتبت الوزر نيم وبعد منه at.tedata.net.eg بتلازم تكتب مهمة جدا وبعد كده الباسوورد كتبناها مرتين وبعد كده غيرنا VCI خلناها 35 والإنسكريبشن خلناها llc B بنتأكد من البيانات كلها وبنضغط على Next بيكي لي بعد كده بقى IP هات ودية طبع متسبة زي ما هي متغيرش فيها وبتضغط على Next وبيجي بعدها ال WIFI هنا مكتوب اسم الشبكة بتغيره غيره مش حاوي بتغيره مفيش مشكلة بعد كده بنضغط على Next كده انا خلص الاعدادات بتاعتي كده المفروض الانترنت شغال معي طيب في حاجة اخيرة احنا لسه ما عملناها ايه هي تغيير الباسوورد بتاع ال WIFI الروتر ده يا جماعة ال WIFI بتاعه بيبقى مفتوح يعني ال default بتاعه بمجرد انك بتعمله اعادة ضبط مصنع ال WIFI بتاعه بيبقى مفتوح يعني ما بيكونش ليه باسوورد وما بيطلبش منك تغير الباسوورد غير بعد ما تخلص الاعدادات خالص لانه طبعا لو انت غيرت الباسوورد وانت شغال WIFI اكيد صفحة الاعدادات هتروح معنا هكونش هتعرف تكمل اعدادات فاحنا بعد ما ما نخلص اعداداته خالص بنغير الباسوورد بتاعه بنغير الباسوورد من wireless settings wireless settings نضغط عليها هنا طبعا السsid اللي هو الاسم زي ما حضرك تحب سواء تغيره او تسيبه زي ما هو بنغيره بنغيره بنضغط على apply ولو حابب تخفي الشبكة فممكن تخفيها من السsid broadcast بنضغط على disable كده انت خفيت الشبكة بنغيره بنغيره بقى انسكرابشن بقى اهم حاجه في الوارلس اللي هو الباسوورد السكيرتي مود هنا معمولة disable بنغيره 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 وبنغيره حروف وعلامات ويفضل الحروف تكون capital وسمو وطبعا الكل ده مايقلش عن تمامين بنغير الباسوورد وبنضغط على apply كده انا خلصت الاعدادات بتاعتي كاملة الاعدادات الاساسية والاعدادات بتاعة الواي فاي تعالوا بقى نشوف السرعة اللي سعبها الخط وده طبعا عن طريق صفحة الروتر ونضغط على status and looks وبعد كده adsl status احنا زي ما قلنا قبل كده ان الروتر ده بيستحمل سرعة من 10 ل 15 ميجا وفي بعض الاحيان بتوصل ل 20 ميجا وده على حسب طبعا قوة الخط والحمد لله السرعة اللي سعبها هنا هي 17 ميجا السرعة كويسة ولا هي عالية قوي ولا هي قليلة قوي وسرعة upload بتاعته 1900 كيلو يعني حوالي 1.9 ميجا يعني تقريبا 2 ميجا تمام؟ يبقى كده هو وصل معي ل 2 ميجا تقريبا upload وصل 17 ميجا وصل السرعة كويسة مع اولى متوسطة وطبعا السرعة متوسطة ديت هتكون سبب في ان الباقة مش تخلص معها بسرعة وفي نفس الوقت هيددي سرعة برضو ما هيهاش قليلة يعني سرعة متوسطة فدي حاجة كويسة جدا طيب اللي يهمني بقى اكتر من ده وده هل الروتر فعلا شغل انترنت عندي ولا لا؟ تعالوا بقى نفتح صفحة انترنت ونتأكد من خدمة والذي يكون مثلا جوجل كده الخدمة اشتغلت معي اهتمعا يعني معنى كده ان الروتر سيري كوم اللي كانت بتوزع الشركة ديتا زمان على العملة فعلا يشتغل مع شركة وي وبكده نكون وصلنا لنهاية حققتنا طبعا لو عجب احترك الحلقة ما تنساش تضغط لايك ولو لسه مشتركتش في الصفحة اشترك وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل ما هو جديد من قناة مستر تيك واي سؤال او استفسار سبهولي في التعليقات على صفحتنا صفحة مستر تيك او على صفحة وي سابورتيم على الفيس بوك وشكرا على حسن بتوعدكم اشتركوا في القناة